بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المهندس محمود راجح ان شاء الله النهاردة هنتكلم على السلالم او الدرج اه وكيفية عمل السيستم الخاص بالسلالم من كذا سيستم اه وبعد كده هنتكلم على ازاي بقى نحسب الاحمال بتاعتها ونحطها على برنامج علشان كده المرة اللي فاتت اكتفينا بان احنا نعمل فقط واستسنين منها احمال بتاعت الزلازق بتاعت السلالم وبدأنا نقول والله يا مش منسين السلالم دي احنا هنعمل لها فيديو لوحدها علشان خاطر عاوزين نتكلم عنها بالتفصيل شوية ده ورق المهندس آآ ياسر الليسي برضو هحطوا لحضراتكم مع الفايلات بتاعة المحاضرة بازن الله طبعا الفايل كبير جدا انا بس هنتكلم على شوية حاجات صغيرة تفصنا والفايل هسيبوا لحضراتكم علشان لو انت حابب تقرأ اكتر او تتوسع اكتر في جزئية السلالة طيب اول حاجة هو السلم بيتشال ازاي ايه هو الخاص بالسلالة فجينا مسلا هو هنا قسمها قالك اول حاجة فيما يخص مين اللي هو او الكاميرات الميلة بمعنى ايه بمعنى انه بيكون فيه كاميرا ميلة مع السلم بالشكل ده تمام كاميرا ميلة مع السلم احب لو انت جيت تشوف هنا كده في هتلاقي هنا عاملك ادي آآ بلاطط الدور اهي تمام وادي هنا بص بقى طبعا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي مش هو ده اللي بتعمل او مش شرط هو ده اللي بتعمل انا اقول لحضرتك على كزا سيستم تقدر ان انت تنفس به السلالب وبعد كده هنبدأ ان نشتغل على السيستم الموجود عندنا في مشروعنا ونحط عليه اللوت بتاعنا امام فقال لك يعني ابسط سيستم خالص ان انا عندي ايه عندي دي بيسموها الباستر او اللاندينج اللي هو هنا في بقية الدور بتاعك فعمل كاميرا هنا بتاعت الدور وكاميرا هنا مع اللاندينج اهي اللي هو بيتول يا دي كاميرا دي ماشي كده تمام اهو اللي هو معطوعة داخلها لجوة طيب وادي هنا دي كاميرا برضو مع الدور فاصبحت بالتالي عندي كاميرا الدور اللي هي بي اس تمام بتشيل الكاميرا بيتول اللي هي داخلها لجوة وعندنا الكاميرا بي فور فاصبح اللاندينج اللي هي على منسوبة التلاتة متر دي متشالة على البي فور وعلى البي تو كواس كده وجينا بقى في نص الدور اصبح عندي لاندينج فبقى برضو بنفس الاسلوب عندي هنا كاميرا ماشية مع السلم اهو عندي كاميرا الاول بي خمسة اهي هتلاقيها موجودة هنا كده ماشية من العمود ده الى العمود ده تمام وعندي كاميرا ماشية مع السلم اللي هي جاية من هنا ماشية بص كده مع الموس طالعة كده وبعد كده ماشية كده كويس هلوة اوي القاميرا اللي مع السلم دي اللي هو هنا مسميها بي واحد اهو كاميرا دي والكاميرا اللي زيها دي ايه اللي بيحصل اصبح عندي هنا اللاندينج اللي على منسوبة اربعة ونص فيه كاميرا ماشية بالاسلوب ده كده ومتحملة على الكاميرا اللي هي مع السلم تمام يبقى عندي كاميرا مع السلم اللي هي الكاميرا دي ماشية من العمود ده رايحة الى العمود ده بالشكل ده كده اهو ماشية كده ثم كده ثم كده. وعندي كاميرا دي ماشية من العمود ده للعمود ده في نص الدور. وعندي كاميرا اللي هو بيتو داش ماشية من هنا الى هنا. اللي هو القاميرا مع السلم. لان ده السلم برضو اللي هو كاميرا ففيه كاميرا ماشية كده وطلع كده ودخل كده. تمام? فدي كاميرا اللي ايه مع السلم? فكاميرا مع السلم هنا وكاميرا مع السلم هنا متشال عليها اللي هو القاميرا بيتو داش. والقامرة بي تو داش وبي خمسة ووظيفته منها شايلة اللي مع منسوب اربعة ونص تمام? واصبح السلم بتاعك او القلبة اللي هي دي والقلبة دي متشالين على في عندك قامرة مع السلم هنا وفي عندك قامرة مع السلم هنا السلم ده متشال عليها بالاتجاه ده. وعندي قامرة مع السلم هنا وقامرة مع السلم هنا ده متشال عليها السلم في الاتجاه ده. تمام كده? طيب. ده السلم ده صبعا السيستم ده يعني صعب جدا انك تلاقيه. تمام? ولكن هو سيستم قائم. ما فيش مشكلة. طيب تعال بقى نشوف سيستم تاني. طبعا ده حل ما انا والوقت تقدرين انت برضو تبص عليه وتفرج عليه. انا بتكلم هنا على السيستم. السيستم تاني اللي هو ما بين الفلورز. اللي هو ايه? احنا كنا بنعمل طبعا احنا لسه عندنا دي متشالة على قامرة هنا وقامرة هنا. واللاندينج دي متشالة على قامرة هنا وقامرة هنا. تمام? طيب فكانت القامرة بقى المشكلة في القامرة دي. القامرة لا بي واحد داش دي. كانت متشالة ازاي? كانت متشالة على القامرة اللي هي مع السلم. فقال لك هنا لا ده انا هاجف نص الدور بدل من ان انا اعمل قامرة مع السلم لا ده انا هعمل قامرة في نص الدور هنا بالعرض تاني. مش كان هنا هنا في عندي كاميرا في نص الدور ماشي من العمود ده للعمود ده. طيب. فقال لك انا بنفس الطريقة هماشي كاميرا من العمود ده للعمود ده في نص الدور. عشان ارمي عليها الكاميرا اللي هي وبالتالي اصبحت متشالع على الكاميرا دي والكاميرا دي. واللندنج دي متشالع على الكاميرا دي والكاميرا دي لان في هنا برضو اهو كاميرا في نص الدور اهو بالشكل ده. آآ آسف دي الكاميرا دي مع الدور كامرة في نصف الدور هنا هي. نحت Tek бок。 دول هكذا. واصبح. قديمة متشالعة قمارتين دول الطب والسلم لقلبك في باقت متشالعة على الكامرة دي والكامرة دي اهي بتاعها ماشي كده خد بالك. 201 كان الماشي كده. على قمرتين مع السلم. لا دلوقتي أصبح متشالعة على بي دي بي واحد وبي واحد داش ومتشال SP على الاتجاه ده كده. تمام? اهو. وده متشلع على الاتجاه ده يا جده. بس هل هل القلبة كده متشلع على اللاندينج? لأ. متشلع على القامرة اللي متشلع عليها اللاندينج. تمام? اهو. ادي ده السيستم التاني. طيب في عندك بقى السيستم ده برضو يعني ايه? مش بتلاقيه كتير برضو عشان نكون صريحين. اللي هو القامرة تكون في نص الايه? في نص الدور كده في كل حتة مش هتلاقي. طيب قال لك? طيب انا انا كنت بجي الكامرة هنا في نص الدور. وزي ما قلت لك كده ما بلايهاش كتير طب انا ممكن. طب والهدف منها ايه? الهدف منها انا اشيل الكاميرا بوان داش. صح كده? قال لك طب خلاص ده انا هشيل بقى الكاميرا اللي في نص الدور واعمل بوست. بوست ده يعني عمود صغير خالص اهو زي ما انت شايف هنا كده. وزي ما انت شايف في الناحية التانية هنا كده. فهشيل الكاميرا اللي في نص الدور واعمل بوست صغير كده. البوست ده وظيفته انه يشيل الكاميرا بواحداش عشان تبقى اللاندينج موجودة متحملة على الكاميرا بواحداش وبيه خمسة او بستة دي وفوق هنا دي متحملة وتبقى الدنيا كده تمام. انا شلت الكاميرا اللي هي مع السلم. وشلت الكاميرا اللي موجودة في نص الدور وعودت عن الكلام ده بمين بالبوست اللي هو انتشايفه الصغير اللي قدامك ده. حلو. قال لك طيب انا مش عاجبني السيستيم دوت. يبقى نعمل ايه بقى? نعمل اهو سيستيم رقم اربعة ده اللي احيانا بتلاقيه. تمام? بتلاقيه. وبيبقى شغال معك. وان كان مش بتلاقيه كتير بس بتلاقيه. اللي هو ايه بقى? قال لك خلاص. يا عم الحاجة وانت مشكلتك في ايه? قال لك انا مشكلته ولا عباش مهندس انا عاود اشيل اللاندينج دي. فقدت بحط لها كاميرا هنا. وكانت الكاميرا اللي انا محطة هنا هي اللي بتخليني اما احط كاميرا مع السلم او احط بوست او احط كاميرا في منصوب نص الدور هنا. طيب قال لك خلاص يا عم. طب ما انا هعمل اللاندينج اللي هي قدامك دي مع آآ آسف هعمل الفلايت او القلبة دي بيسموها فلايت او قلبة. هعمل القلبة مع دي بيسموها البسطة او بيسموها اللاندينج. تمام? عشان خاطر لو حضرتك من برا مصر المصطلحات احنا الانجليزي واحد المصطلحات ما بتتغيرش. فدي بيسموها ودي بيسموها فلايت. دي بيسموها البسطة ودي بيسموها القلبة. تمام? طيب. قال لك انت مشكلتك في ايه دلوقتي? مشكلة ان دي او البسطة دي عاوزها تتشغل. عاوز احملها. فحملها ازاي? قال لك خلاص انا هعمل اللاندينج مع الفلايت. تبقى حاجة واحدة كانها زي الفريم كده بالظبط. كانها فريم. تمام? وبالتالي بقت القلبة دي القلبة دي ماشي او او الاسف دي متشالع من طرف على القامرة اللي هو بخمسة. وماشي مع الفلايت من هنا عشان تحمل ترمي على القامرة بيوان. تمام? اهو. فبقت دي كلها كده جزء واحد ودي فلايت اهي. تمام? وقال لك ان دي القلبة دي متحملة او او البسطة دي او دي متحملة على كاميرا بيوان من هنا وكاميرا بيوان من هنا. واللاندينج او دي ماشية مع الفلايت دي متحملة على بيوان من هنا وبيو خمسة من هنا. ودي وارد انها تحصل. السيستم اللي بعد كده اه قال لك طب الجزء اللي في النص بقى بس مهندس. الجزء اللي في النص بقى بس مهندين متحملة على مع القلبة. تمام? يعني اصبح دي كده ده كده جزء متحمل خلاص ودونا تمام? واصبح ده جزء متحمل ودني تمام الجزء اللي في النص متحمل على الهتة الشريحة دي والشريحة دي. تمام? جزء اللي في النص ده متحمل على شريحة دي وشريحة دي. طيب. وقال نهو باسلوب التحميل زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طيب. وقلنا ان ده برضو وارد ان انت ما تلاقيهاش. تمام? طيب. الاقصر استخداما الاقصر استخداما هو برقم خمسة يا بشماندس. ايه هو? قالك طب هو انا كنت بحطي كاميرا هنا ليه? فقلت له يا بشماندس والله انا كنت بحطي كاميرا هنا علشان خاطر اشيل عليها اللاندينج دي. تمام? قالك طب يا عام طب مش احنا كنا بنعمل لاندينج مع ويتحمله على كاميرا. قلت له اه قالك طب خلاص ايه رأيك? لو عملنا لاندينج مع مع وتتحمل على الكاميرا اللي هي بي تلاتة من هنا والكاميرا بيتو من هنا. بقت اصبحت دي كلها شريحة واحدة كانها كانها فريم. بتتحمل كلها شريحة واحدة على كاميرا من هنا وكاميرا من هنا. والشكل التاني برضو نفس الفكرة القلبة التانية تتحمل كلها شريحة واحدة على كاميرا من هنا وكاميرا من الكاميرا اللي في نص الدور دي موجودة في كل الحالات. فيه طبعا سيستمز بقى كمان ان احنا نحمل السلم ده كله متشايل ومتشال على بعضه كأنه ايه كأنه زي السلم كده يعني حتى الكاميرا اللي في نص الدور دي مش موجودة وحتى العمدان في نص الدور دي مش موجودة بس طبعا سيستم ده مش موجود كتير وبنستخدمه في قدية الحجود. تمام? طيب يبقى اصبح قادي عندي الشريحة دي متشالة على كاميرا مع الدور وكاميرا في نص الدور. وقادي عندي شريحة دي متشالة على كاميرا في نص الدور وكاميرا مع الدور. وعندي الجزئية اللي في النص متشالة على الشريحة اليمين والشريحة الشمالي. وبنفس الفكرة تحت نفس الموضوع الكاميرا دي اهي شايلة الايه القادي اللي هنا اللندنج مع الفلايت مع اللندنج تحت. وزيها مجملة ادي هنا ده الجزئية دي متشالة وبالتالي اصبح الجزئية اللي في النص اللي قدام حضرتك دي متشالة على القلب اليمين والقلب الشمال. ده طريقة التحميل. وده السلم الاقصر استخداما والاقصر شيوعا. تمام كده? طيب طبعا ده سلم قلبتين. طيب قال لك بقى دي الكيس اللي هي موجودة عندنا في المشروع بتاعنا. هي مش مش نفس الكيس بالزبط ولكن هي تعتبر اه يعني نفس الكيس اللي هي احنا ايه اه شغالين عليها. وهي ان انت عندك جزئية من الكاميرا هنا كده بقى طيرة. اه من ااسف جزئية الايه? اللندنج هنا عاملة كابولي. كابولي. ليه? العمدان دخل جوه واللندنج هنا برا. فعملة كابولي. فطريقة التحميل دي بقى ايه? ان انا واخد الشريحة بقى اللي هو دي مع دي. تمام? حاجة واحدة. واخد البلاطة دي عاملة هنا مع مين? مع الكاميرا دي. تمام? متحملة بالاسلوب ده. وعندي دي نفس الموضوع بالشكلة. فاصبح دي كابولي متحمل على كاميرا. وده مع متحمل على الكاميرا ب واحد والكاميرا بتلاتة. ودي زيها متحمل على وكاميرا ب تلاتة فوق. تمام كده? ودي في النص متحمل على شريحة دي وشريحة دي. ودي هنا في النص متحمل يعمل على الايه? على تمام? وهو ده الكيس الموجود عندنا في المشروع بتاعنا لو كلت لك القذوقات كده اهو. تمام? او تشوف اهو. اهو. ده نفس الايه? الكيس ادي ده كابولي عندنا. بس انا الكيس بقى بتاعت هنا كمان ايه? لأ! ده انا هنا كمان حطيت خدت الكاميرا اللي مع الدور هنا دي طلعت لها من هنا وخدت الكاميرا اللي مع الدور هنا طلعتها هنا بحيس ان انا يبقى فيها عندي كده اقدر ان انا احمل عليه البسطة دي كمان فانا الكيس بتاعتي دي اخف شوية من الكيس يا باش مهندس اللي هي موجودة قدام حضرتك دي. خيس كده? طيب. ده الكاميرا او ده السلم اللي هو القلبتين. نفس الموضوع برضو بس باسلوب يعني اطول شوية نقدر نستخدمه في السلم اللي هو التلات قلبات. ده سلم تلات قلبات بالشكل ده عندنا قلبة تنين تلاتة. تمام? اللي هو يعني. برضو نفس الفكرة في الكاميرا اللي هي ايه الكاميرا اللي ماشي مع السلم وبعد كده عندنا اللي هو اهو هنا القاميرا الموجودة في نص الدور نفس الاسلوب بالزبط. نفس الاسلوب اللي انت بتتعامل بيه هو ده اللي بتحل بيه كل الايه? كل السلالة. تمام? طبعا انا ده برضو هسيبهه لك تبص عليه. والفايل كله كاملا هسيبه لك تبص عليه بحيس ان انت تقدر اه لو انت حابب تبص على حل المانول تقدر ان انت ايه تقدر انت هتحل المانول مفيش مشاكل خاص. طيب تعالى بعد الوقتي نبدأ ندخل آآ نشوف ازاي حضرتك هتحسب الاحمال الخاصة بالسلالم اللي هي الموجودة عندنا في المشروع وتحطها على آآ برنامج طيب عاوزك بقى تاخد بالك من حاجة مهمة جدا بخصوص الكاميرات اللي هي بتاعة السلم انه لو احنا جينا هنا بصينا في الطابق الارضي فنقدر ان احنا نحط هنا كاميرا في نص الدور مش هيحصل حاجة لانت حيطة. تمام? لكن لو جينا هنا في هتشوف هنا تشوف هنا ايه? انه هيكون موجود باب. وبالتالي لو الكاميرا اللي احنا هنحطها في نص الدور عملناها الباب ده هتقفل. فانت قدامك ايه? حل من من اتنين. الحل الاول ان انا اجي بكل بساطة اروح اعمل بوست صغير هنا كده. تمام? هوت اللي اولي اكون ماشي. ماشي? دي بقى هنا ده كده ده بوست نعمله. بوست نعمله. بحيث ان الكاميرا بتاعتنا تمشي من هنا لهنا وبعد كده يطلع بتاعها. وبالتالي نكون حفزنا على الباب ما يكونش حصل فيه اي مشكلة وما عملناش كاميرا دخلت وعملت تعارض مع الباب. طب ايه الحل التاني? الحل التاني نقول له والله يا ابش مهندس طيب من دي صدر. ايه المشكلة لو احنا عملنا فتحة عملنا الباب من هنا. ممكن يكون علشان الموضوع الخاص به الخصوصية وزلك. بيحب انه يعمله الباب مبارا. لكن في وضع عام. طيب ما تعمل لنا الباب هنا. ماشي? واجه العمود ده مسلا الفه وحطه في الاتجاه الافقي. وخلاص خلص الموضوع لكده. والباب يفتح. يفتح من هنا يمشي كده. تمام? يفتح على الحيطة اللي هتبع افقي هنا. ويبقى الموضوع اتحل. لبا ازا قدامك حلين. الحل الاول انت هتكلم من المعمار يشيل الباب من المكان بتاعه ده. يفتح المجلس من الصلاة. والحل التاني. انه لا انا عاوز احافظ على المعماري فهيسيب الباب زي ما هو. لكن هحط او هحط عمود هنا بس في الطابق عشان خاطر ايه? او عشان خاطر. اعمل الكاميرا تكون عاملة للكابولي او تطلع هنا. احنا هنعتمد على انه اعتبرنا انه احنا كلمنا المعماري وقلنا له انه يعمل الباب من الناحية يعني مسلا نسمسك الباب ده كده. هعمل له ميروس. هفترض ان احنا ابطرحنا عليه الحل ده وهو وافق. وبالتالي لو هو وافق خلاص وربنا كرمنا. او هو اه يعني اقتنع بيه الحل بتاعنا. ما عنده مشكلة انه يفتح الباب من الصالة. فاصبح الباب موجود هنا. ماشي. وبالتالي اعرف انا احط الكاميرا بتاعتين ما يبقاش فيها مشكلة. وهو ده الحل اللي احنا هنكمل عليه الشغل بتاعنا في الفيلا بس ده هنا نستفيد منه حاجة موما جدا. انك لازم تاخد بالك كويس جدا من مش مجرد انك تحط كاميرات وخلاص. اول حاجة هتيجي كده المسافة من السنتر لاين. من السنتر لاين. تمام? لو حد هنا ده على ان ده احنا عندنا بفروض ان احنا عندنا كاميرا هنا وكاميرا هنا وكاميرا هنا. تمام? طيب. فقال لك ادي الطول خمسة متر تمنتاشر. وقادي هنا من الطول من هنا ده. من سنتر العمود ده. لغاية سنتر الاكس ده كده. وبكان باتنين متر ونص. كويس? فانا روح تجاي عامل لحضرتك ملف كده بسيط خالص بحل مانول صغير. اللي هو قلنا ادي اتنين ونص فادي خمسة تمنتاشر. ماشي كده? ان احنا اتفقنا. ان احنا هيبقى عندنا? دي طايرة متحملة على كابولي كده. وقادي هنا كاميرا وبالتالي السلم هيبقى متحمل تحت على القاميرا دي. ومتحمل فوق على القاميرا دي. تمام? طبعا ايه بقى عندنا? كاميرا كده كابولي في نص الدور. بحيس انها تشيل الكابولي ده. زي ما احنا شرحنا كده المختلفة للسلالم. تمام كده? ولما تيجي تطلع في الادوار بعد كده هتلاقي ده موجود عندك في الايه في الادوار? طيب. فتيجي هنا آآ سمك البلاطة بتاعت السلم كام? احنا افترضناها عشرين صنطي فقلنا التسلا بوينتو متر. الجاما كونكوريت خمسة وعشرين كيلونتر على المتر مكعب. تلاتة كيلونتر على المتر مربع لان احنا جينا هنا في اللي احنا آآ وريته لحضراتكم. تمام? واللي شغالين عليه آآ طول الدورة بتاعتنا. جينا هنا يا باش مهندس. فقلنا ادي كام? الاستيرز هنا اللايف لوت بتاعها بتلاتة كيلونتر على اهو. تلاتة كيلونتر على المتر المربع. وجينا هنا في قلنا انه كام? قلنا ان هو اتنين كون نوتر عميت مربع. طبعا ده حضرتك تقول لي ده ده خاص بمين? بالبلاطات من جوة? اللي هو موجودة في الايه? موجودة في الفيلا. تمام? طيب. لكن آآ بما انه هو هنا مدلكش معين خاص بالسلالم فاحنا ممكن ان احنا ايه? آآ يعني هنتجاوز علم الموضوع ده ونتعامل مع على ان هو برضو خاص بمين? خاص بالسلالم وخاص بالمبنى ككل. تمام? طيب. طيب ده برضو احمل الزلازل واحمل الرياح زي ما انت شايف اوات برضو ان انا ندخلها في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله. هنرجع تاني. تبقى ليف لود تلاتة او اتنين كمسة على متى مراتة. طيب. الديد لود بتحسب ازاي? فقولنا انه ادي هنا الديد لود هو تسلاب في الجامة زائد الفلور كافر يعني بوين تو في خمسة وعشرين زائد اتنين. وبالتالي اصبح لما تيجي تحسب الرقم ده كده اهو. ادي بوين تو زائد اتنين يروح اه احنا هنا انا هنا حسبت الرقم مش مزبوط. اه. سواني سواني. ده مش بوين تو فايل. ده بوين تو. فقولنا ادي بوين تو. في خمسة وعشرين زائد اتنين. يروح مدي لك سبعة مزبوط اهو. سبعة كلمة عن متى مربعة. طيب سبعة كلمة عن متى مربعة ده لو انا هنمزج السلم في الايه? في اليتابس. بس انا مش هنمزج السلم في اليتابس يا مش منزين. لا ده انا ايه? انا احط قناة اللود. وبالتالي طيب هادربه في المساحة في المساحة الارية بتاعت السلم بحيس ان انا احاوله الكيلو نيوتن. فقلنا طب خلاص المساحة تحت السلم كام خمسة تمنتاشر في اتنين ونص. يبقى الكلام دوت هادربه في خمسة تمنتاشر في اتنين ونص. طب انا كده جبت حمل السلم كله كام تسعين خمسة وستين من مية كيلو نيوتن. طب انا انا دلوقتي السلم ده هيتقسم لحتتين. هتة مع اللندنج تحت مع الدور. وهتة في نص الدور فوق. وبالتالي الحملة الكيلو نيوتن ده انا عاوزه مسلا على مين? على اللندنج دي بس. فهقول له هقسم على اتنين. تمام? ليه يا باش مهندس? لانه هيتقسم زي ما قلت لك صبورت تحت وصبورت فوق. فانا عاوزه على كل صبورت الوحدة. فقلنا الصبورت تحت. اللي هو مين? اللي هو القامرة دي. الوزن خمسة واربعين وثلات ناشر بس ده كيلو نيوتن. طب انا عاوزة حولها الحمل خطي على القامرة. ليه? لانها هيتقسم على القامرة هنا. صح كده? فعشان احاولوا الحمل خطي على القامرة الحمل ده اصبح حمل كونسنتريتد. فلازم اقسمه على طول القامرة عشان احاولوا الى حمل ايه باش مهندس? حولوا من الى حمل موزع على القامرة. فطول القامرة اتنين ونص وبالتالي هاسم الرقم ده على اتنين ونص. فالده لكام تمنتاشر وتلات عشر من يبقى تاني انا جيبته حمل موزع على الاريا. ضربته في الاريا راح تجايبه حمل مركز. بس الحمل المركز ده انا عندي له اتنين صبورت. صبورت في نص الدور وصبورت في منسوب الدور. فاسمته على الاتنين عشان اجيب لكل صبورت لوحدها. فبقى خمسة واربعين وشوية. بس ده حمل ده على القامرة. انا عاوز احق ليه حمل موزع على القامرة راح تقسمه على طول القامرة. جبته هنا هي تكون حمل موزع بالشكل ده. طيب. تعالى بقى نشوف هنا طب بقى. قلنا انه كام تلاتة كين ونص على المتر مربع. بنفس القيفية ادي تلاتة كين ونص على المتر مربع. اضربه في خمسة. خمانتاشر من مية. في كام في اتنين ونص. اللي هو عشان احاوله. نفس الفكرة ده على اتنين فقسمه على اتنين عشان اجيبه لكل صبورت. تبقى تسعتاشر خمسة واربعين. او سبعتاشر اتنين واربعين. تمام? طيب اقسمه على طول القامرة. عشان خاطر اجيبه. هحمله موزع القامرة بسبعة سبعة وسبعين. وبالتالي بازال هنا موجود عندك على السلم. بسبعة سبعة وسبعين لعلى القامرة. تمام? والديد لود هنا لتمنتاشر تلاتاشر من مية.